ولكن خلوني أحبائي في الختام أقول شيء مهم أنه كيف تعامل المسيح والرسل مع الذين رفضوا الصليب قال يسوع لبطرس اذهب عني يا شيطان قال بولوس الرسول فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة كورنتس الأولى صحيح الأول والآية 18 ثم قال نكرز بالمسيح مصلوبا لليهود عثرة فالصليب عثرة ولليونانيين جهالة لكن برضو بولوس قال لأني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا وبولوس بيتكلم عن أصدقاء كانوا بيخدموا معاه في فليبي صح ثلاثة ولكن هؤلاء برضو بسبب يعني لسبب ما تركوا المسيح وسماهم بولوس وهم أعداء صليب المسيح فالسؤال في الختام هل تريد أن تكون عدوة للمسيح أم تريد أن تخلص بدم المسيح ليس بأحد غيره الخلاص أوعك ينضحك عليك اقرأ فتش الكتب رح تجد فيها حياة أبدية أحبائي الصليب نعم رمز عار ولكن أصبح افتخار بالنسبة للمسيحيين لأنه فيه تعبيرات كثيرة عالمين أن إنساننا العطيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية مع المسيح صلبت فأحيى لا أنا بل المسيح يحيى فيه الذين هم للمسيح قد صلبوا الأهواء مع الشهوات وأما من جهة فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم بالنسبة إلنا الصليب هو رمز افتخار لأنه متنا عن الطبيعة القديمة أصبحنا خليقة جديدة وبإيماننا بيسوع المسيح وبفداءه وخلاصه الكامل اللي أكمله على الصليب بموته وقيامته صار إلنا تبرير وصار إلنا حياة أبدية الشيء اللي لم يستطع أن يفعله أي نبي ولا أي إنسان استطاع أن يصل إلى هذا الكمال ولكن شكراً للرب يسوع اللي أكمل عمل الفداء وأنا أدعوك اليوم ضع ثقتك في يسوع المسيح وبما فعله من أجلك آمن به مخلص وتبعاً خطيئك واقبله رباً ومخلصاً لحياتك ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر